على وقع طلب الفلسطينيين من محكمة الجنايات الدولية تحديد موعد لتقديم ملفي الاستيطان وجرائم حرب غزة الاخيرة تسير السياسة الفلسطينية باتجاه تدويل القضية فبعيد تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الرافض للانسحاب من القدس او اقامة دولة فلسطينية فان القيادة الفلسطينية تعتبر ان لا امكانية لعودة مسار السلام مع حكومة يمينية متطرفة نحن نبدل كل جهد ممكن الان لاعداد ملف عن الاستيطان وملف عن العدوان على غزة والان نحن الذي همنا الان ان يكون على اعلى مستوى ان لا يكون هناك ثغرات ان يكون هناك احترافية عالية جدا وان شاء الله سينتهي العمل في اسرع وقت ممكن وسنقدم بعد ذلك للريق الدولي الذي تعاقدنا معه لمراجعته واتمامه حتى نستطيع ان نكون بمنتهى الاحترافية والمسؤولية المطلوبة الفلسطينيون باتوا يطالبون بنزع الاحتكار الامريكي عن ملف القضية الفلسطينية وهم يحذرون من قطع واشنطن الطريق على مسار التدويل من خلال طرحها لمبادرات جديدة او طلبها بالتريث في طرح مشروع قرار اممي جديد على مجلس الامن يقضي بانسحاب اسرائيل الى حدود 67 في فترة زمنية لا تتعدى السنتين الاقلاع نهائيا عن العودة الى المفاوضات الثنائية برعاية امريكية او رعاية دولية شكلية والمطالبة بمؤتمر دولي على اساس تنفيذ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وعلى اساس انهاء الاحتكار الامريكي لعملية السلام وعلى اساس العمل للضغط على اسرائيل واجبار اسرائيل وفرض العزة والعقوبات على اسرائيل حتى تستجيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية قد يحمل منتصف الشهر المقبل أولى خطوات ملفي الاستيطاني وحرب غزة في محكمة الجنيات الدولية لكن ذلك قد يواجه بخطوات إسرائيلية عقابية خاصة في حال نفذت قرارات المجلس المركزي القاضية بوقف التنسيق مع إسرائيل خاصة الأمني منه قد تحمل الأيام القادمة جولات أمريكية أوروبية استكشافية للمنطقة لإحياء مصار المفاوضات مع إسرائيل لكن باطن هذه المحاولات كما يرى مراقبون ستحمل ضغطا على القيادة الفلسطينية لثنيها عن تدويل القضية الأمر الذي يتطلب تماسكا للجبهة الداخلية الفلسطينية غير مسبوق في رسلت في سكاينيوز عربية رامالله